اهلا بكم الحقيقة انا عندي مثل او المصريين لديهم مثل بيقول ايش غرض لعمة القفة عيون وفيه مثل تاني بيقول الجعان يحلم بسوق العيش وفيه مثل تالت بيقول شحات يكره شحات وصحب البيت يكره الاثنين وقبل ما ابدأ المقدمة دي بالترتيب اللي احنا متفقين عليه خلينا اقول لك ان رئيس اوغندا اهان السيسي ايوة شتموا ازاي اصبر بقى معايا وصلى على النبي لو انت مسلم ومجد سيدك لو انت مسيحي وقول اي حاجة في سرك لو انت بلكش ديانة ايوة الاحراء العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التراث المصري مليان بقصص الهبيشة والهليبة الحالمين بالغناء السريع الصرائل كده لكن الحقيقة ده ما كانش خيال مؤلف الابريت الازاعي علي بابا والاربين حرامي ما كانش خياله انه يبقى ده نموذج زي ده اطلاقا بس الاول خلينا نفكر الاجيال القديمة والاجيال الوسط والاجيال الجديدة بحتة سغنانة قد كده من اوبريت علي بابا والاربين حرامي مشهد الاسم وهو بيلهف شوف كده اسم ده دخل المغارة بتاعة الحرامية اللي بتسرق الدهب واليقوت والمرجان من خلق الله وتحطها في المغارة دي ولما شاف اخوه علي بابا بيجي المغارة دي وياخد حاجاته بقى حاجة تمام اسم جاي جرب بنفسه هو الراجل قال لك انا اجرب بقى وادخل المغارة بتاعة الحرامية الماشهد ضيح حضراته هو النسخة المصورة للتليفزيون المصري المأخوذة من الابريت الازاعي الشهير علي بابا والاربين حرامي واللي قدمته الازاعي المصرية لاول مرة زي النهاردة تمانية نوفمبر الف تسعمية تمانية واربين تقريبا يعني من كتير جدا من اربعة وسبعين سنة تقريبا بالتقريبا واللي شفنا ده هو الفنان العبقري صلاح منصور اللي جسد في الابريت شخصية آسم الطماع اللي عايز يهبش ويكوش على الدهب واليقوت والمرجان حتى لو ده بتاع الحرامية آسم ده مش شخصية تمثيلية علشان احنا شايفينها وعايشين وسطينا لا آسم ده قاعد على عرش مصر عافية وقت دار ودماغه ما بتفكرش غير بالمليارات فقط لا غير حتى في قمة المناخ اللي في شرم الشيخ الراجل ده عمال يحلم بدهب يقوت ومرجان بيحلم بالكام مليار قاعد يفكر ازاي هيعبي الفلوس دي في شويلة الرز وراح رامي كلمتين كده للدول الغنية في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي اللي عملوا في العاصمة القدرية الجديدة في شهر سبتمبر اللي فات وقالك يا سلام لو نطلع بتمنمائة مليار دولار سنويا من الترلملم ده افكرك بدماغ السيسي بنتكلم على 200 مليار دولار سنويا للتخفيف من حد الطائر ومنارك بحلول العام 2025 البلدان النمو نحتاج الرقم ده رغم ان هي اذا بنتكلم على العشرين دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من الاثار فاتصور من العدالة والموضوعية ايضا ان المساهمة الاكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم افتكر معايا عزيزي المشاهد اللي بتتفرج على البرنامج ده لما السيسي كان بيقول لي عباس كامل في التسريب اللي ازاعه سما جويش زمان على الخلايجة ده فلوسهم زي الروز يا عام 10 مليار هنا و10 مليار هنا و10 مليار عباس كامل واعمل دي احكي هو نفس الكلام هنا بالظبط بيقول لك اتصور ان العشرين دولة الصناعية الكبرى لازم تعوضنا بقى ب800 مليار 800 مليار يا عفتاح نفس القصة بالظبط دي الدول غنية يا عام عندها فلوس زي الروز ملي السيسي رسم على الموضوع ده من الاول من ساعة قمة المناخ السابقة اللي اتعاملت في مدينة جلاسكو البريطانية في نوفمبر حلمه ب100 مليار تقريبا للدول الفقيرة وبعدها في جلسة الحوار بتاعت باترسبرج المناخ بألمانيا عشان بقى ما تقولش ان انا بقى هبدا اهو السيسي يدعو الدول المتقدمة لتقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ بالبلدان الفقيرة ده في نوفمبر ده في نوفمبر 2021 في سبتمبر الميت مليار بقت 800 مليار يعني الكلام ده في نوفمبر 2021 قال عايزين 100 مليار من البلدان الغنية للبلدان الفقيرة معلش بقى علي ارجع للفيديو اللي في سبتمبر اللي فات الميت مليار باضت ما شاء الله وبقت 800 مليار اسمع بنكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيش من حد يا راجل انت اثبت على كلمة بس اوقف هنا اوقف هنا انت مش لسه قيل من سنة ان احنا عايزين 100 مليار بعضوا فراخوا كتاكيد صغيرة فبقيت وبعدنا عفتح لما بيهبدا الرقم ما بيرعيش ربنا فيه يعني من 100 مليار ل800 مليار فيه كتير فيه دول ماتت ودول من 100 مليار ل800 مليار فيه 700 مليار في النص ده 700 مليار دي تبني حضرات انما هو الراجل بيهبدا الرقم نكمل بقى بعد 1 نوفمبر 2021 لما قال احنا محتاجين يدعو الدول المتقدم بعد كده في 22 قالك تغيير المناخ تهديد وجود العالم وعلى جميع تنفيذ تعهداته اللي بعده هو راسم على انه يهبط من العشرين دولة دي مبلغ وقدره احنا نقول 800 والله يدونا 60 مليار مش مهم السيسي فاكر ان الدول المتقدمة دي زي اخواننا في الخليج الفلوس عندهم زر رز يا عم وبتعبى في زكايب ومن ساعتها وزراء السيسي كل كام يوم يطلعونا بارقام مليارية عن الفلوس اللي الدول الفقيرة محتاجاها من الدول الغنية لمواجهة المناخ اللي يقول لك 100 مليار واللي يقول لك 400 مليار اسمع بقى خلابيس السيسي ادي خلابيسه التخطيط احنا عايزين 400 مليار دولار والمصحف لسد الفجوة احنا عايزين يسد الفجوة بربعة مليار ده يا دول 400 مليار دول تلت اربع زكايب من سد الفجوة تبدي الست بتاع التخطيط ده الكلام ده في 22 اللي بعده اديني حد بعده كده الله يخليك وزيرة التخطيط لا نزلت الرقم شوية 250 مليار الناس دي ما بتلعيش ربنا والمصحف في الارقام اللي بعده حد بعده حد يزود وزير الكهرباء وصلت ل18 مليار 400 مليار 800 مليار وصلت ل400 مليار وصلت ل250 بقت 10 مليار لمشروعات الهيدروجين الاخدر يلا اللي بعده حد عنده حاجة تانية شكري سنناقش توفير 100 مليار اهي وكده عديل يا شكري سنناقش 100 مليار دولار سنويا لدعم الدول المتضررة المهم السيسي وحكمته عايزين يصدق في حاجة تانية محمود موحيد الدين استخدام الميت مليار دولار لمواجهة التغيير مناخ حارق جدا اوه ليه كده يا أستاذ محمود ليه كده يا أستاذ محمود حارق لأن الراجل ده شغال في البنك الدولي وعارف أن أنتوا في مصر بتتكلموا على أرقام الدول الرئيس الأمريكي مش قدها المهم السيسي وحكمته عايزين يصدقون السمعة لأنهم المدافعين عن العرب وعن الدول الفقيرة الحطابين في جمال باكستان والعجائز على نار المدفئة في أغندا أنا حامل حما يا راجل هو بقى حامل حما عن القارة الإفريقية المسكينة المحتاجة للدعم أنا بصرف على قارة والله وبيتكلم باسمهم عشان ينولوا الرضا وفاكر أن هما هيتحقوا على الخواجات بالكلام ده وياخدوا اللي في جيوبهم ونمشي زي آسم كده وفي وسط مولد سيدي المناخ السيسي قال لك أطلع لهم بكم مشروع كده عن الهيدروجين الأخضر ويمكن نقلبهم في إرشين وقابل المؤتمر ما ينطلق سمعنا عن أرقام بتتنطور هنا وهناك بالمليارات مشاريع طاقة هيدروجين أخضر اللي مصر هتعملها وهتكسبها ده احنا هنهبد ده احنا هناكل أكل خدنا بقى ده مصر تترقب تمويلات خضراء بمليارات الدولارات في قمة تاب اهدي شوية يا مدام رانيا اهدي شوية تترقب اللي بعده في حد بعده بعده مصر تستهدف توقيع مشروعات باستثمارات عشر مليار اللي بعده في حد بعده مدبولي استثمار أربعين مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في حد بعده مصر حزمة بعميتين واثنين مليار دولار لمشروعات مواجهة المناخ في حد بعده في حد يزود هاسوا بقى أو ذاتوا ان احنا مترقبين حتى اعلام السيسي برضو شغال على نفس القصة دي والحكومة الحقيقة زي الفل وعملة للناس البحر طحينة وانتظروا يا جماعة المليارات اللي جاي من قمة المناخ وقادي بقى النباتشي عمر قديد قالك المصريين مستنين أربع عشر مليار دولار خش مصر تستهدف مشاريع باربع عشر ونص مليار دولار علشان نبقى وقفين مع البلد كم يوم الجايين نبقى مستنين ان البلد توقع هذه المشروعات انها تقدر تاخد هذه الاستثمارات بنتكلم على استثمارات حد غاء يعني يعني ما تنزل بس بس خلاص يعني ما تنزلش حداشر حداشر واستنى بس اما نوقع اهدى شوية ما تنزلش حداشر حداشر استنى بس احنا مستنين اربع عشر مليار وما ليه عمر قديد بقى بيلعب بسياسة اضرب ولا ايه يعني نوعد الناس والنيمهم على يوم الجمعة انك قوة هتطلعوا لان فيه اربع عشر مليار جايين وكأن الاربع عشر مليار دول هنمشي نوزع للناس وده التحريفة اللي بسه يعني خد يا عم خد يا عم خد يا عم واني انهار من السمن والعسل بس لو ما فيش حاجة بقى جات يبقى الحل ايه بقى مين السبب فلازم نلاقي شماعا نعلق عليها الفشل فيروح ضارب في الدول الكبيرة ان الدول الكبيرة ضحكت علينا وسأيتنا حاجة صفرة لحد ما بقينا حامل ومش عايزة نصلح اخطأنا مش عايزة تصلح اخطأها وتدفع وتكتب الولد باسمها اسمها عمر قديم لما يضربوا يلاقي مصر تستهدف مشاريع 14.5 مليار دولار علشان نبقى وقفين مع البلد كم يوم الجايين نبقى مستنيين ان البلد توقع هذه المشروعات كان ليه فيه مقاومة في ادراج البند بتاع الأضرار والخسائر الغرب مش عايزها رسمي الغرب مش عايز يبقى فيه ارتراف عالمي تاريخي انهم كانوا سبب في الخسائر مش عشان مسألة تاريخية يا عبي فلوس ويرمي وفلوسهم عباس يا كامل فلوسهم زرز يا عام الغرب مش القصة دي يا جماعة ما تخافوش هاتوا انتوا الفلوس بس والفلوس في ايد امينة واحنا هنعمل اللي تقولوه هنعمل يا علي اللي انتوا عايزينه بس بصلنا حاجة كده لله الله يكرمكوا احنا مزنوئين دا كان ملخص كلام السيسي النهاردة في جلسة قمة المناخ عن الهيدروجين الأخدر نسمع بقى السيسي هو بيتكلم ما تخافوش عن فلوس كده الدودة الفلوس مخوش دعوة انتوا انا 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 بقى عرف اصف الفلوس السيسي فاكر انه يضحك عليهم زي ما ديحك على الخلاجة بكم مشروع الصديق للبيئة والهيدروجين الأخدر وان الحكاية عند الغرب وقفة عند الهيدروجين الأخدر والقصة دي هو ما يعرفش حاجة هو كل اللي يعرفه انه عايز فلوس هو مش راهم من الموضوع له ابعاد رهيبة جدا ابعاد استعمارية وابعاد اقتصادية يا حضرات قسما بالله العظيم لو قريت مقال يوري موسيفيني رئيس اوغندا النهاردة في النيويورك تايمز قسما بالله تغجل ان رئيسك السيسي والله الذي لا إله إلا هو أنا ما بعرفش انجليزي اطلع ترجم المقال واتفرج على رئيس دولة اوغندا وهو بيتكلم بجد وهو بيفضح الغرب بجد مش واحد نيزويك أنا أسف في النيويورك مش واحد قاعد يقول للناس هاتوا الفلوس لا لا بعد شوية هوريكم اللينك بتاع مقال يوري موسيفيني رئيس اوغندا في النيويورك عار والله تغجل ان النظام بيحكمك والله تغجل ان دول بيحكمه مصر اتفرج على لغة الراجل وعلى حديثه وعلى كلامه وده مقال وموجود في النيويورك نكمل بقى الراجل مش حاطت في باله أصلا ان الناس دي مش بتنمي فلوسها على الأرض ولا بتخرج ماليم إلا وهم عارفين وارع فين عارفين ليه بقى عشان الفلوس دي بتاعة الغرب خرجة من جيوب دافع الدرايب آه ما ليه وانت فكرهم زي الخلايجة كده لا ده اي دولار يا حبيبي بيخرج ده لو خرج أصلا لازم يخرج بشكل رسمي وبكنوات شرعية دي حاجات بيتم مراغباتها من برلمانات حقيقية منتخبا من الشعب واللي بتتحسب على كل مسؤول بتحسب نفسه اللي خرج ده فاكرين في 2015 رئيس الوزراء البريطاني وقتها ديبيت كاميرون لما طلع غلط صور نفسه بس في مكتبه وورا مكانة قهوة مكانة قهوة الانجليز طلعوا يعفضحوه اهو قالوا من أين لك هذا هكذا رد كاميرون على بريطانيين سألوه عن قالت صنع القهوة داخل مكتبه ده كان في 2015 الرجل اضطر يطلع لهم الفاتورة وانه دفع ده من جيبه أصارت صورة اهي الصورة هي مكانة القهوة هي اهي هو قاعد على مكتبه ومكانة القهوة وورا الصورة دي اتنشرت الانجليز سألوه المكان دي بكم من اللي شاريها دي ب160 جنيس تليني ب160 جنيس تليني من أين أتى بها هل هو من دفع قيمتها من الشعب راح طلع قال بإن الآلة دي من مرتبه وطلع الرئيسات أو الفاتورة بتاعة المحل اللي اشترى منه بإسمه هو اللي بتاعة تيانا مكانة قهوة ب160 جنيه شوفوا العظمة شوفوا العظمة لما يكون المسؤول أو الحاكم جاي بصوت الشعب الشعب هو اللي بيجيبه هو اللي ماشيه هو اللي بيحزبه حتى على مكانة قهوة 860 جنيه مش واحد عندك اشترى طيارة رئاسية بنص مليار دولار ومحدش فتح بقه مش عندك واحد عماله يعمل قصور رئاسية وطلع قالك آه بابني قصور ده مكانة قهوة ب160 جنيه لرئيس وزراء بريطانيا احنا في حتة تانية احنا في البكابورت احنا في البلاعة احنا في الحتة الضلمة في العالم للأسف العالم المنور الحلو ده اللي بتقرأ عنه القصص ولا في الأحلام لما تلاقي رئيس دولة رئيس وزراء دولة بتتنحى أو رئيس دولة يتنحى عن الحكم زي رئيس موريشيوس بسبب إنها متهمة بحاجة اتهموها باستخدام بطاقة ائتمان أصدرتها منظمة غير حكومية دولية في شراء ملابس ومجوهرات في 2018 اطلع بالخبر بطاقة ائتمان تطيح برئيسة موريشيوس ده في 2018 طلع من جهة غير حكومية وقطاحت بالست برئيسة وزراء موريشيوس دي في المحيط الدول دي بتحاسب المسؤولين وقريبهم على شراء الملابس والآكل من المال العام وده اللي حصل مع رئيس الوزراء الاسرائيل اللي جا مرة تالتة نتنياهو ومراته اللي طلبوا ديليفري بس من فلوس الشعب الاسرائيلي كانت النتيجة فضيحة فضيحة لصارة والجوز صارة اهو صارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء اسرائيل تقر باستغلال المال العام لشراء واجبات طعام ها ها انا عندنا المادام لابسة كليهات وعقاد وخواتم هاشو بتكلم الدول الغنية اللي السيسي واقف على بابها بيشحت ويقول لهم ما تخافوش على الفلوس عندها برلمانات منتخبة واعلام واعلام حر ومعارضة بجد مستنية الغلطة للحاكم او المسؤول ده غير اعلام حر ما بيخافش ولا ولا عليه اي قيود ويقدر يقول المسؤول الفاسد او المخط فوشه انت فاسد او قرارك مصح الدول ده حضرات عشان كده بتحسب كل مليم طالع لاي جهة ولاي شخص وايه الاسباب ولازم يكون المليم ده مستوفي الشروط وإلا يتم حجبه عن اي حد وده اللي حصل مع المعونة الامريكية اللي بتأخدها السيسي كل سنة هو الجيش بتاعه اتحجب جزء منها بسبب انتهاكات حقوق الانسان في مصر اهو وده المرة التانية واشنطن تحجب 130 مليون دولار ده ايه ده مش ده الكونجرس مش الرئيس الامريكي مش بمزاجه مش الخارجية الامريكية ده الكونجرس الرجل ده عنده مشكلة شيره 130 مليون دولار ونروح بعيد ليه في مؤتمر المناخ اللي فات في جلاسكو فشل زي وزي غيره بسبب عدم وفاء امريكا بالتزاماتها المالية زي ما بيقول الخبر ده 100 مليار دولار تعوق نجاح محادثات المناخ في جلاسكو تخلفت الدول الغنية عن تعهداتها التمولية لمواجهة تغيير المناخ مرة اخرى تشترت الدول النمية الحصول على التمويل لتسريع خطط خفض الانبعاثات وتحقيق الانتقال اغدر الولايات المتحدة مسؤولة عن اكبر عجز في الهدف التمويلي المتفق عليه دوليا هو بقى فاهم ان البلاد دي بتعبي قدام النظر المادية بتاعته دي لمسيطرة على دماغ السيسي في ناس تاني عقلة بقى شايفة قمة المناخ من زاوية تانية شايفة ان الكوكب فعلا في خطر وان الافارقة بيدفعوا التمن بيدفعوا غالي جدا في وقت في ناس عديمة الشرف حضرات السادة المشاهدين بكل تواضع اقدم لكم رئيس اغاندا اللي كاتب مقال ولا اروع النهاردة في النيوزويك عن المناخ وشتم السيسي في وشو قال في ناس عديمة الشرف عديمة الشرف مستنية الصدقة مش مصدقني ادي لينك المقالة اهو في النيوزويك ارجع له كده اهو النيوزويك لا ينبغي ان يكون فشل اوروبا في تحقيق اهدافها المناخية مشكلة افريقيا اللي كاتبوا يوري كي موسوفيني رئيس اغاندا والله العظيم لم اقرأ بالروعة دي مقال الراجل ده اطلع بقى المقال بيكلم بقى الراجل اهو ان الاخبار الواردة من اوروبا اهدى شوية معلم انت ساعة عجلة ان ده الاخبار الواردة من اوروبا التي تفيد بان مزرعة رياح وساعة يتم اهدمها لافساح المجال اللي منجم فحن مفتوح جديد هي المعايير المزدوجة البغيضة التي نتوقعها في افريقيا بينما يعيد الاوروبيون تشغيل محطاتهم التي تعمل بالفح لا يزالون يطالبون بتوليد الوقود الاحفوري لا يزال الامر بعيد المنال بالنسبة لافريقيا انه يسخر من الالتزامات الغربية بأهداف المناخ ووعودهم للمساعدة في تسريع التنمية الافريقية في نفس واحد يطلع بقى الراجل عمالي يتكلم على مشكلة افريقيا منذ بضع سنوات قيل لنا ان الاستثمار في الوقود الاحفوري في افريقيا الافرقى امر غير مقبول في الاون الاخيرة من خلال اتفاقيد متعددة الدول اصبح الوقف الاختياري ملزم قانونا الان ما اعادت الاستثمار في اوروبا في صناعة الطاقة بالوقود الاحفوري لقص بها لاعادة محطات الطاقة المتوقفة الى العمل مرة اخرى في تطور دار حقا قيل لنا في افريقيا ان الاستثمار الغربي الجديد في الوقود الاحفوري الافريقي غير ممكن او ممكن ولكن فقط لموارد النفط والغاز التي سيتم نقلها وشحنها الى اوروبا هذا انقى نفاق لن نقبل لهم قاعدة واحدة وقاعدة اخرى لنا لن نسمح للتقدم الافريقي بان يكون ضحية لفشل اوروبا في تحقيق اهدف المناخية من المفلس اخلاقيا ان يتوقع الاوروبيون ان يأخذوا الوقود الاحفوري في افريقيا لانتاق طاقة خاصة بهم لكنهم يرفضون قبول استخدام افريقيا لنفس انواع الاقود من اجلهم اسمع بقى تعالي بقى اسمع الجزء ده ايه يا عسيسي رئيس اوغندا في النيوزويك كاتب النهارد عسيسي بيقولي بقى عندما يتم اتخاذ مثل هذه القرات اللي هي القرات الغير اخلاقية اللي هو وصفها بناغر اخلاقية وانه انقى صور النفاق عندما يتم اتخاذ باستهازي القرات وبدون زرة فورس كينة يا بشير الله خليك وبدون زرة من الوعي الذاتي او الشرف بدون زرة من الوعي الذاتي او الشرف فليس من المستغرب ان يطلب بعض نزرائي تعويضات او صدقات يا سنة سوخة لكن هذا هو اخر شيء يحتاجه الافرقة او يريدونه اكثر من غيرهم ان التقليل من المعايير المزدوجة الوقحة هو ما نرغب فيه الى جانب رفع الحظر المفروض على استثمارات الوقود الاحفوري الافريقية نفسها حتى تتمكن من تلبيت احتياجات شعبنا تخيل بيقول ايه على لزي السيسي عندما يتخذ مثل هذه القرات وبدون زرة من الوعي الذاتي او الشرف فليس من المستغرب ان يطلب بعض نزرائي نزرائي في اللغة يعني الرؤساء اللي زي اللي ما عندهمش شرف ان يطلبوا تعويضات او صدقات الراجل مش عايز صدقات بيقول تسيبوا افريقيا تاخدوا الوقود الاحفوري بتاعها هي مش تقدوا انتوا ليكم وتنقلوه الوربا حرام افريقيا تحتاجه اكتر وبيتكلم بقى بعد كده مع هذه التقوى المزال لا ينبغي ان يفاجأ عندما يبحث الافرقى في مكان اخر عن الاستثمار الذي يأتي دون اراف ارفاق محاضرات ورؤية فقد مش عارف ايه اذا كانت افريقيا ستزيد انتاج الكهرباء فقط باستخدام احتياطاتها المعروفة من الغاز الطبيعي فان حصة القارة من الانبعاثات العالمية سترتفع من ثلاثة لثلاثة ونص وبدلا من ذلك تدفقت الاموال الغربية على مشاريع اسمع بقى اللي عاملوا السيسي على مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تلقى استحسان الفاضلين في اروقة الكونجرس ومستشاري اوروبا لكنها تترك الافرقى بدون كهرباء عندما لا تهب الرياح ولا تشرق الشمس تحتاج افريقيا الى تنويع سليم انتاج الطاقة وليس تقييدها لكن لكل طاقة الرياح او مجموعة الطاقة الشمسية نحتاج الى طاقة الحمل الاساسي المستمر اللي بتنتجها الطاقة الحرية والطاقة المائية الصغيرة والغاز الطبيعي نحتاج الى الطاقة النووية التي داخلت مؤخرا في خطوة متشددة مع وقف الاستثمار في الوقود الـ IEA الوقت المناسب الى اخرين وفي اخر المقال بيطالب ايه بقى اخر المقال خالص ارفع اخر المقال خالص لا ينبغي ان يكون فشل اوروبا في تحقيق اهدفها المناخية مشكلة افريقيا لكن تصميم تلك القارة على كتابة مجموعة واحدة من القواعد الاوروبيين ومجموعة مختلفة للارفرقة يجعلها كذلك هذا يعني ان اوروبا متواطئة في فرض الفقر على افريقيا وهذا في مصر هذا الاسبوع يجب علينا جميعا ان الكوب سبع وعشرين امر غير مقبول ان يصمد اذا لم يتم التوقيع على اتفاقية المناخ فيه او نعترب بمن هو المسؤول عنها ده الترجمة شفت الراجل عامل ازاي شفت واحد بيفكر بجد مش واحد بيفكر يلهف ادونا بس الفلوس ما تخافوش عليها عايزين 100 مليار عايزين 14 مليار الراجل بيفكر بجد تخيالوا يا حضرات ده رئيس اوغندا مع احترامي وتقديل الاوغندا بس انا انبهرت بالمقال مقال تقرأة تعرف فين المشكلة انما احنا طالعين نقول للأوروبيين عشرين دولة احنا عايزين 800 مليار واللي يقولك احنا عايزين 100 مليار هي كده في النهاية الدولة الغنية مش هتحقق احلام السيسي في زكاية بالفلوس ولا شنط المليارات بتاع الدولارات اللي كان بيحلم بيها وهيرجع يدور تاني على حد يسلفه او حد يشحته شوية رز انت قدام واحد خيال وساذج ومش مصقف ومش وطني لانه هو فعلا زي ما قال موسفيني لو انت عندك زرة شرف ووعي ذاتي ما تفكرش بطريقة الصدقات والتعوضات انما توقف عند الناس دي انتو بتقدون عندنا الوقود الاحفوري عايزين تشتغلوا عندكم وتدون احنا طاقة الرياح والطاقة الشمسية معلش ده واحد بيفكر وده واحد بيسرق ده واحد انت قدام واحد خيال وساذج من اول ما جاه هو بيقول عايز 100 مليار مش جنيه 100 مليار دولار عشان ما شكل مصر ولما جمعهم قالك لادن عايز تريليون دولار وهكذا عقلية طفولية ساذجة وفي نفس الوقت طماعة ونروح بعيد ليه ما ده اللي حصل في ملاف اللاجئين انت فاكر انت لما قاعد يزن هو وشكري عشان يقول لهم عندي 6 مليون لاجئ وعايشين وسط المصريين وما عندناش معسكرية ليهم ده احنا معايشانهم وسط المصريين الاوروبين بقى كان فاكرهم هيعبوا الفلوس ويبعتولو ادي كلام السيسي عن اهو اسمع لما نعناهم ولا قاعدناهم في مخيمات انا بتكلم على رقم كبير قوي ايش بتكلم على خمس تلاف ولا عشر تلاف يعني الزقاءنا في اوروبا بينفوض انهم استقبلوهم انا بتكلم على ستة مليون انسان ستة مليون انسان موجودين هنا مش البوغدين في معسكرات مفيش معسكرات لاجئين في مصر لا ما هنا لو دخلتهم معسكرات لاجئين هيتعرف عددهم لو دخلتهم معسكرات لاجئين اوروبا او مفاضية اللاجئين هتيجي تقول احمد والشحسين وصلاح وشيماء دول العديد لاجئين اوكي ده من افريقيا وده من كذا وده من كذا سجل اسمك بياكلوا بكذا بيشربوا بكذا بيلبسوا بكذا ونقعدهم في المعسكرات ونصرف عليهم لكن المعلم بيقول لهم لا دول ستة مليون وعشرين وسط المصريين انت اديني الفلوس وانكوش دعوة نفس العقلية انت اديني الفلوس بس الهبر وانا هوزع عليهم قالك ستة مليون لكن الارقام الحقيقة موقع مفاوضية اللاجئين التابع لأم المتحدة طلع ارقام تانية قارن كده بين عدل اللاجئين في مصر اللي ماكملش تلاتة مليون ومن تركيا تلاتة مليون ونص شوف الارقام كده دنيا ملغبطة تفرج ادي تركيا الموقع بتاع مفاوضية اللاجئين بحلول 31 نيسمبر 2020 وصل عدد اللاجئين وطالب اللجوء المسجلين في مصر الى 259 الف شخص من بينهم 4000 طفل من الاطفال غير المصحوبين والمنفصيل والسوريين كذا هنا بقى لا يزال الصراع في سوريا مصدر اكبر عدد من النازحين وفي ستمبر 2018 تم تسجيل خمسة مليون لاجئ سوري في الدول المجورة منهم اكتر من ثلاثة ونص مليون شخص في تركيا يعني 259 الف المعلم خلاهم ستة مليون هنا في تركيا عايشين في معسكرات هنا خلاهم وسط الشعب هنا بتنزل مفاوضات اللاجئين بالارقام وبالفلوس كم طفل كم ستة كم راجل كم عجوز كم صغير وندفع وبياكلوا قد ايه ثلاثة وجبات بياخدوا لفس قد ايه وارقام هنا المعلم بيقولهم دول عايشين وسط المصريين ادوني الهبر وماكوش دعوة الاوروبيين عارفين ان السيسي كزاب وعندهم الارقام والحقيقة ما خلش عليهم كلمة ستة مليون لاجئ وده كان واضح جدا في حجم المساعدات اللي في تركيا واللي وصلت مصر نشوف كده حجم المساعدات المفاوضية الاوروبية خمسة مليون يورو للمساعدة اللاجئين في مصر الاتحاد الاوروبي يخاصص ثلاثة مليار يورو للسوريين في تركيا اهو خمسة مليون هنا تلاتة مليار هنا دفعوا المصر خمسة مليون خمسة مليون يورو هنا دفعوا الاوروبة لتركيا تلاتة مليار الفكرة تركيا ما خدهاش في اديهم بالمناسبة يعني ده بينزلوا على المعسكرات اللي هناك والصرف والناس متسجلة المعلم خدر خمسة مليون حتهم في جيبه ما هو قالك الناس عايشة في وسط مصريين اسأل انت بقى هي دي عقلية السيسي عقلية الحفرة عن ناشف اللي دمرت الاحتياط النقضي في التفريعة زي ما قال للراجل قاله ده ثلاث سنين قاله لا ده هي سنة ده حفرة عن ناشف يا كامل اهو ازاي انا مع ربش يكون خفرنا عربة ليش ده مش مستحيل ده حفرة عن ناشف ده مش مستحيل النهارده بدأ بقى يبقى ساعة عشر سير فلا خليهم خمسة عشر خليهم تمانين شركة يا عم هوب الاحتياط النقضي دخل في التفريعة ضمر مشروع يتعمل في ثلاث سنين عملوا في سنة ضمر الاحتياط النقضي عقلية السيسي نفسها اللي رفرت كلام الناس اللي بتفهم واصر يعمل العاصمة في ثلاث سنين الشركة قالت له هنعملها في عشرة قال لا ما بعماش كده فورت مصر في ديون تاريخية شوف الراجل واقف مع محمد بن راشد بيقوله العاصمة دي تتعمل في عشرة سنين ورد بقى السيسي ورد يقوله ايه شوف الراجل يعني محمد بن راشد عايز بيقوله انت احمر انت معاك فلوس تغطي المدينة دي في ثلاث سنين الراجل بيكلمك علميا علميا وكأجهاد خرصانة وخصة عشر سنين الراجل بيكلمه التاني سيسي على انه معامة ليارات بقى لا عشر سنين ايه عشر سنين احنا عزينا بكرة مبارح اللي هو كده اللي هو بنك الحظ العقلية دي اللي كفرت بكل درسات الجدوة والعلم واستسلمت لاحلام المليارات اللي هتيجي في مصر يوما ما ايه دي عقلية السيسي درسات جدوة ايه اهي احنا نحن في مصر كان درسات الجدوة انا وانا امشيت بيها كنا حنحقق فقط 20 ل 25% مما حققنا ممكن ادرس ورد على ساتر لا ادرس ايه وادرس حتي درس درس الموضوع زمان تعيسي انت محتاج تعمل درس جدوة فيه انا خلينا بس معيش انا كفرنا في الموضوع قبل كده هي دي عقليته عقلية واحد مع مليارات المليارات المليارات وعايز كن فيكون النتيجة تدمير الاقتصاد المصري هي دي عقلية الراجل اللي يؤمن بالعلم ولا بالدرسات باختصار الراجل ده بدع نظرية جديدة في إدارة الدول نظرية الحج سعيد الحج سعيد في الاقتصاد وفي كل حاجة حج سعيد تاخد كبري ديشنة بكذا وتعمله بكذا اسمع اسمع النظرية دي الحج سعيد موجود؟ موجود يا فاند حج سعيد ما قولك ايه تشتغل في ديشنة ده وتخلصه خلال سنة لا يا فاندي لا انا متكلم صحيح يا شخص اخلص يا فاندي طب تاخذي الفلوس بعد سنة حج سعيد ايه 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 احبطك لا مش عايز احرجك مش عايز احرجك مش عايز احرجك طب هدي الجزء يعني ناش تعالي بعتك افاندي اوامر افاندي ايه لسا تكتوق مربيه اوامر مدفعش ايه طب اسمع حج سعيد اوامر افاندي حياخد خمسة وعشرين مغاية لما تسلمون تماما نظرية الحج سعيد تاخد كوبري ديشنا وديك جزء من كوبري المونيب تلبسه في كوبري تاني تطلع العشر من رمضان تلبس في حيطها والكبري توقع ايه رأيك نظرية مفيش دراسات جدوى نظرية مفيش اي حاجة اي حاجة تفريع عايزة ثلاث سنين تتعمل في سنة ده حفر على الناشر عاصمة ادارية اكبر من ماليزيا اكبر من دول في العالم هتتعمل في عشر سنين لا ما ننفعش ولا ثلاث سنين نعيزينا بكرة نظرية تحج السعيد خد الكوبري ده واطلع بالكوبري ده الخلاصة يا حضرات كل الغلاء والفقر والتراجع اللي انت وولادك بتعيشوا في الصحة والتعليم هي بسبب العقلية دي عقلية مريضة مهوسة بالمليارات مهوسة باحلام قاتلة اتسببت في وفيات المئات في السجون وبر السجون لانه تخيل انهم بيعطلوا حلمه او بيهددوه وميعرفش ان احلامه المحرمة دي محكم عليها منطقيا بالفشل وتاريخيا بالفشل واقتصاديا بالانهيار النظريات بتاعته دي واحلامه محكم عليها بالفشل من قبل حتى ما يفكر فيها وعشان اثبتلك اللي وصلوا السيسي لمصر تلت تقارير اقتصادية تلعين نهاردة في منتهى البقس عن اقتصاد مصر التلت تقارير دول الحقيقة بيأكدوا كلامي اللي قلتم بارح هنا ان المستقبل في مصر السويد لا يوجد مستقبل